بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه طيبين الطاهرين أما بعد بعد أن تم الكلام حول شروط الصلاة سواء شروط الوجوب أو شروط الصحة نحب أن نتكلم الآن حول أركان الصلاة نصنف رحمه الله تعالى قال وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا أركان الصلاة ثمانية عشر ركنا عدها ثمانية عشر غيره عدوها غير ذلك فبعضهم عدها سبعة عشر بعضهم عدها أربعة عشر بعضهم عدها ثلاثة عشر الذين عدوها ثلاثة عشر كلامهم أضبط أن أركان الصلاة أركان الصلاة ثلاثة عشر ثلاثة عشر ركنا طبعا لن أعيد الكلام عن تعريف الركن لأن الركن والشرط لهما نفس التعريف إلا أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن ما كان داخل الشي وأن الشرط ما كان خارجا عن الشي فنقول أركان الصلاة ثلاثة عشر ركنا هذه الأركان يمكن أن تقسمها إلى أربعة أقسام فتقول أركان قولية أركان فعلية وركن قلبي وركن معنوي وبعض الفقهاء يجعل هذا المعنوي داخلا في الأركان الفعلية لا مشكلة الأركان القولية هي تكبيرة الإحرام الثاني قراءة الفاتحة الثالث التشهد التشهد الأخير الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الخامس التسليمة الأولى واضح هذه تسمى الأركان القولية الأركان الفعلية رقم ستة القيام سبعة الركوع ثمانية الاعتدال بعد الركوع تسعة السقود عشرة القلوس للتشهد الأخير تمام آه باقي هنا عفوا القلوس بين السجدتين نعم القلوس بين السجدتين وهنا القلوس للتشهد الأخير الركن القلبي هو النية الركن المعنوي هو الترتيب فتكون النية هي الركن الثاني عشر والترتيب هو الركن الثالث عشر تمام إذن على هذا أركان الصلاة كم ثلاثة عشر ركنا تمام صاحب المتن المصنف القاضي أبو شقاع رحمه الله جعل أركان الصلاة ثمانية عشر ماذا أضاف أضاف إلى النية نية أخرى فقال نية الخروق من الصلاة جعلها ركن يعني عندما تسلم تنمي أنك تخرج من الصلاة جعل هذا ركن واضح لكن المعتمد أنه مستحب وليس بركن عندما جاء إلى الركوع قال الطمانينة فيه عندما جاء إلى الاعتداء قال الطمانينة فيه عندما جاء إلى السقوط قال الطمانينة فيه عندما جاء إلى قال الطمانينة فيه فزاد هنا كم أربعة وزاد هنا واحدا خمسة خمسة زادها على الثلاثة عشر فصارت كم ثمانية عشر إذن المصنف القاضي أبو شقاع يرى أن أركان الصلاة ثمانية عشر ركنا تمام لكن الذي مشى عليه النووي رحمه الله في المنهاج والذي مشى عليه صاحب الزبد أنها ثلاثة عشر ركنا فقط وهذا قلت لك أضبط والله أعلم أنها ثلاثة عشر ركنا وبالتالي نقول أركان الصلاة ثلاثة عشر نقرأ كلام الشارح ثم نفصل في هذه الأركان واحدا واحدا قال فصل في أركان الصلاة وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا فقلنا الصلاة معناها في اللغة الدعاء ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم قالوا أركان الصلاة ثمانية عشر ركنا أحدها النية النية تقدم الكلام عليها مفصلا فيما سبق وقلنا إن النية يتعلق بها سبعة أحكام صح قبل الإجازة قبل الإجازة قلنا إن النية يتعلق بها كم أحكام سبعة يجمعها بيت واحد ماذا يقول هذا البيت أتفضل ممتاز حقيقة حكم محل وزمن حقيقة حكم محل وزمن نعم كيفية كيفية شرط كيفية شرط ومقصود حسن واضح سبعة فقال هنا أحدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله قوله وهي قصد الشيء مقترنا بفعله هذا ما هو ما هو من الأحكام السبعة هل هو الحقيقة أو الحكم أو الزمن أو الشرط أو المقصود ما هو قال أحدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ما هذا هل هذه كيفية النية طيب إيش هذا زمن النية هذا طيب شرط النية هذا طيب ما هو هذا ليس المقصود لا هذا حقيقة هذه المقصود نية هذا تعريف النية هذا تعريف النية هذا حقيقة النية قال وهي قصد الشيء مقترنا بفعله تمام إذن قال أحدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب هذا هو محل النية تمام القلب قال فإن كانت الصلاة فرضا الآن سيتكلم على كيفية النية كيف ينوي فقال إن الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن تكون صلاة فرض وإما أن تكون صلاة نفل مقيد وإما أن تكون صلاة نفل مطلق واضح؟ وهذا قد مر معنا أكثر من مرة فقلنا النية تختلف باختلاف الصلاة فالصلاة إما أن تكون صلاة فرض وإما أن تكون صلاة نفل مقيد وإما أن تكون صلاة نفل مطلق ومعنى مقيد أي أنها مقيدة أي أنها مقيدة بوقت أو مقيدة بزمن واضح؟ فإذا كانت الصلاة صلاة فرض يجب عليه أن ينوي ثلاثة أشياء يجب عليه أن يقصد قصد الفعل أن يقصد الفعل أي أن يقصد أن يصلي ويجب عليه أن ينوي الفرضية أن هذه الصلاة صلاة فرض ويجب عليه أن يعينها هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فقر فعليه أن يقصد هذه الأشياء الثلاثة قصد الفعل قصد الفرضية التعيين واضح؟ قصد الفعل قصد الفرضية التعيين هذا واجب عليه لو أنه لم يستحذر واحدا فقط الصلاة باطلة لا بد أن يستحذر هذه الثلاثة معا هذا إذا كان سيصلي فرضا أما إذا كان سيصلي نفلا مقيدا بمعنى سيصلي صلاة الضحاء أو سيصلي صلاة العيدين أو سيصلي صلاة الكسوف أو الخسوف نفل مقيد إما مقيد بوقت أو مقيد بسبب فيجب عليه أن ينوي شيئين فقط أن يقصد الفعل والأمر الثاني أن يقصد التعيين فيعين هذه الصلاة ما هي هل هي صلاة الضحاء هل هي سنة قبلية هل هي صلاة العيدين يعين ما هي هذه الصلاة الحالة الثالثة إذا كان سيصلي نفلا مطلقا فيكفي شيء واحد وهو قصد الفعل لا يشترط التعيين ولا يشترط غير ذلك قصد النفلية ولا التعيين واضح إذن نقول النية تختلف باختلاف الصلاة فإذا كانت الصلاة صلاة فرض فيجب عليه أن يستحضر ثلاثة أشياء قصد الفعل والفرضية والتعيين وإذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد فيجب عليه أن يستحضر شيئين قصد الفعل والتعيين وإذا كانت الصلاة صلاة نفل مطلق فيكفي قصد الفعل فقط واضح؟ قال لكم صاحب الزبد أركانها أي أركان الصلاة أركانها ثلاثة عشر النية في الفرض في الفرض أي في صلاة الفرض قصد الفعل والفرضية أو قب مع التعيين ثلاثة أشياء قصد الفعل وقصد الفرضية مع التعيين قصد الفعل والفرضية أو قب مع التعيين أما ذو السبب والوقت أي النفل المقيد أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وقب القصد والتعيين كالوتر أما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها هذا هو الواقب هذا هو الواقب استحضاره في النية هناك أشياء أخرى مستحبة مثلا أن يستحضر كون الصلاة لله تعالى هذا مستحب كونه يستحضر أنه مستقبل القبلة هذا مستحب كونه يستحضر أنه يصلي الظهر أربع ركعات مثلا العصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات أي فقر ركعتان هذا مستحب ليس واقبا استحضار ما زاد على هذا مستحب استحضار أنه يصلي لله مستحب استحضار أنه مستقبل للقبلة مستحب استحضار أنه يصلي الظهر وركعاتها أربع مستحب الواقب هذا بالتفصيل الذي أمامكم على السبورة وهنا تأتي مسألة إذا نذر الإنسان أن يصلي ركعتين أو نذر أن يصلي الظهر شخص قال نذرت لله أن أصلي الظهر ما حكم صلاة الظهر بالنسبة له صلاة الظهر ما الحكم إذا نذرها الإنسان واجبة صح واجبة وهي في الأصل واجبة أو مستحبة هي في الأصل مستحبة هي في الأصل مستحبة لكن بالنذر صارت واجبة حينئذ إذا نذر أن يصلي الظهر ماذا سينوين نقول تنوي نية الفرض لأنها انتقلت من الاستحباب إلى الوجوب تنوي نية الفرض ليس هذا فقط نقول تنوي نية الفرض وأيضا لا يجوز لك أن تصلي الظهر وأنت جالس لأنها صارت فرض والفرض لا بد أن تفعله وأنت قائم بخلاف النفل النفل يمكن أن تصلي وأنت جالس واضح قال المصنف رحمه الله تعالى أحدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب فإن كانت الصلاة فرضا وقب نية الفرضية واحد وقصد فعلها اثنين وتعينها من صبح أو ظهر مثلا ثلاثة واضح أو لا واضح ثلاث أشياء نعيد قراءة العبارة قال فإن كانت الصلاة فرضا وقب نية الفرضية تمام نية ما عرب نية ما عرب نية مفعول قال فاعل 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 نعم أحسنت قال وقب نية الفرضية وقصد فعلها ما عرب قصد معطوف على مرفوع مرفوع صح ثم قال وقصد فعلها وتعينها لشقل وتعينها بالجر هنا مشكلة هذا خطأ لا بد أن يقول وتعينها معطوف أيضا صح أو لا نعم هذا خطأ لا أدري لماذا تكثر الأخطاء في هذا الكتاب قال وتعينها من صبح أو ظهر مثلا أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة أو ذات سبب كاستسقاء وقب قصد فعلها وتعينه لا نية نفلية طيب نقول له أيضا وإذا كانت الصلاة نفلا مطلقا فيكفي فيها قصد الفعل فقط إذن يكون الأمر كما هو أمامكم على سبورة هذا الركن الأول من أركان الصلاة الركن الثاني من أركان الصلاة القيام مع القدرة عليه لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوموا لله قانتين تمام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فاستدل العلماء بهذه الآية وبهذا الحديث على أن القيام ركن في الصلاة قال والثاني القيام مع القدرة عليه فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا أفضل إذن العاجز عن القيام يقعد كيف شاء إذا كان سيقعد على كرسين يمكن أن يقعد هكذا يمكن أن يقعد هكذا إذا كان سيقعد في الأرض يمكن أن يقعد مفترشا ويمكن أن يقعد متوركا مثلما أنتم الآن متربعا مثلما أنتم الآن أو متوركا مثلما يصنع في التشهد الأخير ويمكن أن يقعد بالإقعاء المسنون يعني ينصب قدميه ويجلس عليهما واضح ينصب القدم الأولى والقدم الثانية ويجلس عليهما هذا يسمى الإقعاء المسنون واضح بأي صورة شاء يجلس سواء جلس مفترشا أو جلس متوركا أو جلس متربعا أو جلس مقعيا إقعاءا مسنونا بأي صورة أو جلس على كرسين بأي صورة يصح قلوسه بأي صورة لكن ما الأفضل قال الفقهاء الأفضل القلوس مفترشا أفضلها القلوس مفترشا لماذا القلوس مفترشا قالوا لأنه هيئة واردة في الصلاة فالافتراش موجود في الصلاة موجود في القلوس بين السجدتين موجود في القلوس للتشاهد الأوسط فلما كان موجودا في الصلاة كان هو أفضل الهيئات لكن ليس واقبا بأي طريقة جلس يصح قلوسه هذه مسألة مسألة أخرى من كان عاجزا عن القيام فقط لكنه قادر على الركوع والسجود يجب عليه أن يركع ويسكن من كان قادرا على القيام لكنه لا يقدر على الركوع أو لا يقدر على السجود نقول كل شيء هذه القاعدة كل شيء تقدر عليه من الأركان يجب أن تفعله إنما يسقط عنك فقط ما لا تقدر عليه الذي لا تقدر عليه يسقط أما ما تقدر عليه فيجب عليك فعله لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقعد العلماء قاعدة فقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور فكل شيء يستطيع عليه من أركان الصلاة يجب عليه أن يأتي به وكل ما عجز عن فعله فإنه يسقط عنه إذن نقول المصل يجب عليه أن يقوم في صلاته إذا كانت الصلاة صلاة فرض أول شيء نقول يجب عليه القيام في صلاة الفرض يجب عليه القيام في صلاة الفرض عجز عن القيام كيف يصلي ماذا إذا لم يستطع القيام كيف يصلي قاعدا عجز عن القعود كيف يصلي يصلي على الجنب صح كيف على الجنب كيف يصلي على جنبه يصلي على جنبه مثل ما يوضع الميت في القبر تماما هكذا هكذا القبلة هو هكذا يطق نفس الطريقة هكذا رأسه هنا وقدماه هنا هذا إذا كان على الجنب الأيمن ويجوز له أن يطق على الجنب الأيسر كيف هكذا يكون الرأسه في هذا الاتجاه وقدماه هنا وحينئذ سيكون الوجه والصدر إلى القبلة لاحظ معي يصلي قائما فإن عجز صلى قاعدا فإن عجز صلى مطقعا على جنبه هل يجب أن يكون على الجنب الأيمن لا لا يجب يجوز له الاتجاه على الجنب الأيمن ويجوز له الاتجاه على الجنب الأيسر حتى وإن كان قادرا على الأيمن واضح لكن المستحب أن يكون الاتجاه على الجنب الأيمن إذن المرحلة الثالثة أن يصلي على على الجنب الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر لم يستطع كيف يصلي لا قبل الإشارة في شيء يصلي مستلقيا إذا لم يستطع صلى مستلقيا كيف مستلقيا هكذا يعني مثلا هذا السرير بهذا الشكل تمام لكن بشرط أن يرتفع رأسه قليلا بحيث أنه يستقبل القبلة قليلا هكذا لا يكون هكذا فقط لا هكذا يكون هنا بحيث أنه يستقبل القبلة بوجهه وإذا أمكن بصدره أيضا إذن المرحلة الرابعة استلقاء طبعا هذه المراحل فيها ترتيب بمعنى أنه لو صلى قاعدا الفرض وهو قادر على القيام لا تصح الصلاة لو صلى على الجنب وهو قادر على القعود لا تصح الصلاة لو صلى مستلقيا وهو قادر على الجنب لا تصح الصلاة لا بد أن يرتب وهذا مما ينبغي تنبيه المرضى عليه في المستشفيات فأحيانا بعض المرضى مباشرة يصلي مستلقيا وهو قادر على أن يصلي على الجنب بعضهم يصلي على الجنب وهو قادر أن يصلي قاعدا على كرسي لا تصح الصلاة وهذا مما ينبغي أن يعلمه المرضى وأن يعلمه أيضا الأطباء والممرضين حتى ينبه الناس واضح عجز عني الإسلقى صلى بالإيماء بالرأس يومي برأسه عجز عن تحريك الرأس كأن يكون مشلولا مثلا لا يحرك حتى الرأس لا يتحرك قال الفقه صلى بالإيماء بالطرف بالعين عجز عن ذلك قال الفقه يجري أركان الصلاة على قلبه يبقى على حالته ويستحضر الأركان على قلبه واضح المهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا لا تسقط الصلاة ولذلك قال لكم صاحب الزبد ولا يجوز تركها لمن عقل ولا يجوز ترك الصلاة لمن كان عاقلا ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئا فعل إذن كم صارت عندك المراتب صارت المراتب سبع يصلي قائما فإن عجز قاعدا فإن عجز على جنب فإن عجز مستلقيا فإن عجز أو مع بالرأس فإن عجز أو مع بالطرف فإن عجز أقرى الأركان على قلبه لم يذكر الشارع جميع هذه المراتب ذكر بعضها فقال والثاني القيام مع القدرة القيام مع القدرة عليه طبعا القيام في صلاة الفرض القيام في صلاة الفرض لأن القيام في صلاة النفل مستحب ليس واجبا فالقيام الواقب هو في صلاة الفرض ومثل صلاة الفرض الصلاة المنذورة كما تقدم قال القيام مع القدرة عليه فإن عجز عن القيام قاعد كيف شاء وقعوده مفترشا أفضل نسأله فإن عجز عن القعود سيقول لنا إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن عجز صلى مستلقيا فإن عجز أومأ براسه فإن عجز أومأ بطرفه فإن عجز أجرى الأركان على قلبه تمام قال رحمه الله تعالى والثالث تكبيرة الإحرام أي الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فيتعين على القادر النطق بها بأن يقول الله أكبر فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه لا بد أن يتقيد بهذه الصيغة الله أكبر واضح لا يأتي بغيرها إلا إذا أدخل الألف واللم على أكبر فلو قال الله الأكبر الأكبر يصح لكن لو قال مثلا الله الأعظم الله الأجل لو قال مثلا الرحمن أكبر الرحيم أكبر لا يصح عند الشافعية لا يصح في المذاهب الأخرى نعم في خلاف عند الشافعية لا يصح تمام قال فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر لا يصح قال ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترقم بأي لغة شاء لأن هذا ليس قرآن هذا ذكر فيقوز أن يترقمه بأي لغة وتصح صلاته لكن هذا قال عند العجز أما إذا كان قادرا على العربية فلا يجوز له أن يأتي به بغير العربية تمام قال ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترقمه بأي لغة شاء ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر ثم قال ويجب قرن النية بالتكبير أي أن تكون النية مقارنة للتكبير لأن النية وقتها في أول العبادة هذا يتكلم على زمن النية متى ينوين عند التكبير قال ويجب قرن النية بالتكبير وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة يعني في المذهب يقولون لا بد أن يستحضر الأشياء الثلاثة قصد الصلاة والتعيين والفرضية من أول التكبير إلى آخره هذا قد يكون صعبا النووي رحمه الله وقبله إمام الحرمين والغزال قالوا يكفي أنه يستحضر الصلاة فقط ولا يشترط أن يستحضر الأشياء الثلاثة من أول التكبير إلى آخره تمام فقال أما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة ثم قال الرابع قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة أيضا من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة وقعت صلاة نكرة في سياق النفي فتعم فلا تصح صلاة سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل سواء كانت صلاة إمام أو صلاة مأموم أو صلاة منفرد سواء كانت صلاة سرية أو صلاة قهرية سواء كانت صلاة ذات ركوع وسقود أو صلاة ليس لها ركوع وسقود كصلاة الجنازة لا تصح صلاة إلا بأم القرآن أي صلاة عموم فلابد من قراءة الفاتحة في كل صلاة ولا تسقط الفاتحة إلا في موضع واحد في المسبوق إذا قاء إلى الصلاة والإمام راكع فإذا قاء المسبوق والإمام راكع فإنه يكبر ويركع وتسقط عنه الفاتحة وفي ذلك يقول صاحب الزبد والحمد أي ويجب قراءة سورة الحمد لا في ركعة من من سبق إلا في حالة أن المسبوق جاء والإمام راكع فلا يجب عليه والحمد لا في ركعة من من سبق ببسم والحروف والشد نطق أي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بالبسملة ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة بجميع تجديداتها وقراءة البسملة مسألة والقهر بالبسملة مسألة أخرى فقراءة البسملة لا بد منه لأنه ركم واضح أما القهر بالبسملة هذه مسألة خلافية الشافعية قالوا يستحب القهر والقمهور قالوا لا يستحب القهر بل يسر بها هذه مسألة خلافية ستأتي في السنن لكن الكلام الآن على قراءة البسملة سواء قراءها سرا أو قراءها جهرا فقال قراءة الفاتحة أو بدلها لمن لم يحفظها انتبه معي في القيام قلت لك كم عندك مراتب كم عندك مراتب في القيام سبع مراتب يجب عليه القيام إن لم يستطع أن يقوم صلى قاعدا إن لم يستطع على قنب إن لم يستطع مستلقيا إن لم يستطع أو ماء بالرأس إن لم يستطع بالطرف إن لم يستطع أقرأ الأركانة على قلبه سبع مراتب طيب في الفاتحة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لم يحفظ الفاتحة كيف يفعل؟ مثلا شخص أسلم الآن جاءت صلاة الظهر لا يعرف قراءة الفاتحة كيف يفعل؟ هو ليس عربيا لو كان عربيا أقول ممكن تأخذ مصحف وتقرأ مثلا لكن ليس عربيا لا يستطع قراءة الفاتحة كيف يفعل؟ إذن أولا نجب عليه قراءة الفاتحة لم يستطع قراءة الفاتحة نقول يجب قراءة بدلها من القرآن يجب عليك أن تقرأ بدل الفاتحة من القرآن هل تحفظ موضع آخر من القرآن؟ تحفظ سورة أخرى؟ تحفظ آيات أخرى من القرآن؟ إذا قال نعم أحفظ نقول يجب عليك أن تقرأ ذلك هذا المرتبة الثانية قال لا أحفظ شيئا من القرآن نقول المرتبة الثالثة أن تأتي بذكر من الأذكار أن تأتي بذكر من الأذكار واضح؟ قال لا أحفظ شيئا حتى الأذكار لا أحفظ نقول المرتبة الرابعة يجب أن تبقى واقفا بقدر قراءة الفاتحة تقف تبقى واقف وأنت ساكن بقدر قراءة الفاتحة لماذا؟ لأن القيام ركم لأن القيام ركم لا تستطيع قراءة الفاتحة تقف الفاتحة تسقط لكن القيام لا يسقط تبقى واقفا تمام؟ إذن كم عندك مراتب؟ أربع مراتب مرتبة الأولى أنه يقرأ الفاتحة عجز ماذا يقرأ؟ يقرأ غيرها من القرآن الكريم إذا أراد أن يقرأ غير الفاتحة لابد أن لابد أن يكون حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة حروف الفاتحة كم؟ مئة وستة وخمسين حرف إذا قرأ مالك يوم الدين مئة وخمسة وخمسين حرف إذا قرأ مالك يوم الدين فإذا عجز عن قراءة الفاتحة وقال أنا أحفظ غيرها من القرآن نقول يجب عليك أن تقرأ غيرها من القرآن بشرط أنه لا ينقص عن عدد الحروف هذا القرآن الذي ستقرأ به لا ينقص عن مئة وخمسة وخمسين حرف لماذا؟ لماذا؟ لأن عندنا قاعدة فقية تقول البدل له حكم المبدل هذا بدل هذا بدل من هذا واضح هذا بدل من هذا فكما أن هذا مئة وخمسة وخمسين حرف فالمبدل يكون مئة وخمسة وخمسين حرف تمام؟ عجز قال لا أستطيع أن أقرأ شيئا من القرآن نقول يمكن أن تقرأ ذكر من الأذكار تقرأ دعاء تقرأ تسبيح تهليل تكبير تحميد حوقلة أي ذكر تستطيع أن تقرأ أي ذكر؟ قال نعم نقول اقرأ بشرط ألا ينقص عن عدد حروف الفاتحة نفس الكلام واضح بشرط أن لا ينقص عن عدد حروف الفاتحة إذن نقول أول مرتبة قراءة الفاتحة عجز وقب عليها أن يقرأ ما يحفظ من القرآن غير الفاتحة عجز وقب عليها أن يأتي بذكر من الأذكار ويشترط حينئذ في المرتبة الثانية والثالثة ألا تنقص عدد الحروف عن حروف الفاتحة عجز قلنا له يجب أن تبقى واقفا بقدر قراءة الفاتحة فصارت عندك كم مراتب؟ أربع مراتب تمام؟ واضح هذا؟ واضح؟ إن شاء الله بي إذن تهينا من هذا لا بد أن نعرف أن قراءة الفاتحة لها شروط حتى تصح من شروط الفاتحة أنك تقرأها وأنت قائم من شروط الفاتحة أنك تقرأها وأنت قائم فبعضهم مثلا يكون مستعقلا يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب العالمي الإمام يركع هو مستعقل يريد أن يلحق الإمام فيقرأ غير المغضوب عليهم هكذا هو نازل لا تصح الفاتحة وإذا لم تصح الفاتحة يعني لا تصح الركعة وإذا لا تصح الركعة يعني لا تصح الصلاة كلها يقرأ الفاتحة في أثناء في أثناء الركون لا تصح واضح لا بد أن تقرأ الفاتحة في حال القيام إذن الشرط الأول من شروط الفاتحة قراءتها حال القيام يشرط أن تقرأ الفاتحة في حال القيام تمام شرط الثاني من شروط الفاتحة قراءة جميع حروفها وجميع تجديداتها وهذا مما ينبغي للأئمة أن يعتنوا به لأن الإخلال بحرف والإخلال بتجديدة يعرض الصلاة للبطلان من شروط الفاتحة أيضا الترتيب فلو قرأ الفاتحة منكسة من الأسفر إلى الأعلى من الآية رقم سبعة للآية رقم ستة للآية رقم خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد لا تصحوا الفاتحة لابد عليه أن يقرأها مرة أخرى مرتبة تمام شرط الرابع الموالاة الموالاة ما معنى الموالاة؟ يعني المتابعة المتابعة بين الآيات فلو لم يتابع بين الآيات يجب عليه أن يعيد الفاتحة مثلا كان يصلي وفي أثناء الصلاة وهو يقرأ الفاتحة سمع صوتا سكت هذا السكوت هذا السكوت في أثناء القراءة سكت في أثناء قراءة الفاتحة هذا السكوت في أثناء قراءة الفاتحة على قسمين انتبه هذه الأشياء التي تحصل أحيانا في أثناء الصلاة هذا السكوت في أثناء قراءة الفاتحة على قسمين قد يكون سكوتا قصيرا وقد يكون سكوتا طويلا إذا كان سكوتا طويلا تبطل الفاتحة إذا سكت سكوتا طويلا عرفا تبطل الفاتحة ما معنى تبطل الفاتحة؟ يعني إذا لم يعد الفاتحة من البداية الصلاة باطلة شوف لا نقول تبطل الصلاة نقول تبطل الفاتحة يبطل الركن بمعنى أنه إذا عاد الفاتحة الصلاة صحيحة إذا لم يعد الفاتحة صلاة باطلة تمام إذن هذا إذا كان السكوت طويلا طيب إذا كان السكوت قصيرا نقول إنه إنه القطع إنه قطع قراءة الصلاة الفاتحة عفوا إنه قطع قراءة الفاتحة بطلة الفاتحة إن لم ينوين القطع لا تبطل تمام واضح تمام إن شاء الله طيب أسألكم سؤال آخر أنا أصلي أنا أصلي مثلا أصلي صلاة الظحى أو صلاة الظهر أو السنة القبلية فأقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاءني عطاس فقلت الحمد لله أولا تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة أولا تصح أو لا تصح تصح الصلاة تصح الصلاة لأن هذا ليس خطاب آدميين هذا ذكر تصح الصلاة تصح الصلاة طيب تصح الصلاة انتهينا مسألة أولا معروفا مسألة الثانية بعد ما أقول الحمد لله أواصل الفاتحة أو أعيد أواصل الفاتحة ما رأيكم؟ أواصل الفاتحة أو أعيد أواصل أين الموالات؟ من شروط الفاتحة الموالات الآن يوجد ذكر غريب يعني لا يتعلق بالصلاة دخل في الوسط الحمد لله لا يتعلق بالصلاة لا يتعلق بالفاتحة دخل في الوسط قطع الموالات أواصل الفاتحة هذا في السكوت هذا في السكوت ليس في ذكر آخر نقول في هذه الصورة يجب عليك أن تعيد الفاتحة نفترض على سبيل المثال صورة أخرى أنا أصلي في أثناء الصلاة أقرأ الفاتحة سمعت الأذان قال الله أكبر الله أكبر قلت الله أكبر الله أكبر في أثناء قراءة الفاتحة نقول يجب عليك أن تعيد الفاتحة إن لم تعد الفاتحة الصلاة باطلة لأنك قطعت الموالات طيب أسألكم سؤال ثالث أنا أصلي خلف إمام فالإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة عندما يسكه هو يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو يقرأ الحمد للرب العالمين أنا أقرأ الحمد للرب العالمين هو وصل إلى آمين فقال آمين أنا لم أكمل الفاتحة أنا لازلت عند إياك نعبد وإياك نستعين تمام هو قال آمين قلت معه آمين ثم أردت أن أكمل الفاتحة أكملها أو أعود من البداية ما رأيكم أكمل الفاتحة أو أعيد الفاتحة من البداية يعني أنا أقرأ الفاتحة بعد أربع آيات قلت متابعة للإمام قلت آمين ثم أريد أن أكمل الفاتحة هل يجوز أن أكمل أو أعيد الفاتحة من البداية كيف تفعلون أنتم تكملون أو تعودون من البداية يجوز أن أكمل طيب لماذا هنا يجوز أن أكمل وفي الحمد لا يجوز أقول لأن هذا ذكر يتعلق بالصلاة ولأن الحمد بعد العطاس لا يتعلق بالصلاة مسألة الرابعة سأكتب هذا الإمام قرأ الفاتحة وقال آمين قلت آمين بعد هذا أنا بدأت أقرأ الفاتحة سرا صح؟ وهو يقرأ سورة أخرى السورة التي بعد الفاتحة أنا أقرأ الفاتحة سرا فقع الإمام قرأ آية فيها سقد أو سقد أنا لم أكمل الفاتحة لم أكمل الفاتحة أكمل الفاتحة أو أسقد معه لا بد أن أسقد معه إذا لم أسقد معه صلاة باطلة أسقد معه سقدت معه بعد أن سقدت معه عدت مرة أخرى هل أواصل الفاتحة من حيث ما وقف أو أعيدها مرة أخرى أواصل الفاتحة لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالصلاة أنتم معي أو لا واضح؟ طيب أعطيكم مثال مسألة رقم خمسة أنا كنت أصلي مع الإمام الإمام قرأ الفاتحة بعد أن قرأ الإمام الفاتحة بدأ يقرأ سورة أخرى مثلا أكمل قراءة الفاتحة بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى أنا أقرأ الفاتحة الآن بعد الإمام فهو عندما قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقوز لي يستحب لي أن أقول سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ يقوز لي أن أقول سبح اسم ربك الأعلى أقول سبحان الله صح؟ فأنا أقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب العالمين هو قال سبح اسم ربك الأعلى قلت سبحان الله مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين يصح هذا أو لا يصح هل يجوز لي أن أكمل الفاتحة أو يجب علي إعادة قراءتها نقول يجوز لك أن تكمل الفاتحة لماذا لأن هذا ذكر يتعلق بالصلاة إذن نستطيع أن نقسم الأذكار إلى قسمين فنقول أين أكتب هذا نقول الأذكار من حيث قطع الفاتحة تنقسم إلى قسمين الأذكار من حيث قطع الفاتحة تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما يقطع الفاتحة القسم الثاني ما لا يقطع الفاتحة هذا الذي يقطع الفاتحة ما معنى يقطع الفاتحة؟ يعني يجب عليك أن تعيد قراءة الفاتحة من البداية واضح؟ هذا الذي لا يقطع الفاتحة بمعنى أنه يمكن أن تكمل قراءة الفاتحة ولا يجب عليك أن تعيد قراءتها من البداية واضح وغير واضح فإذا كان إذا كان الذكر يتعلق بالصلاة فإنه لا يقطع الفاتحة ويجوز إكمالها هذا إذا كان الذكر يتعلق بالصلاة مثل ماذا يتعلق بالصلاة؟ مثل مثل قول سبحان الله إذا قرأ آية تسبيح مثل قول آمين عندما يؤمن مثل السجود للتلاوة مثلا هذا يتعلق بالصلاة ما دام أنه يتعلق بالصلاة فإنه لا يقطع الفاتحة ويجوز إكمالها تمام؟ أما إذا كان لا يتعلق بالصلاة كقول الحمد لله للعاطس أو من العاطس كقول العاطس أحسن هكذا كقول العاطس الحمد لله فإنه يقطع الفاتحة ويجب عليه إعادتها واضح وغير واضح واضح طيب نقرأ هذا الكلام الذي شرحناه من الكتاب قال الشرح رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه آمين والرابع قراءة الفاتحة أو بدلها لمن لم يحفظها لمن لا يحفظها فرضا كانت الصلاة أو نفلا وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كاملة ومن أسقط من الفاتحة حرفا لا تكتب الآن انتبه لما أقرأ بعد ذلك تكتب قال ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تجديدة أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد وإلا وقب عليه عادة القراءة ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف ذكرت لك الترتيب تمام قال ويجب أيضا موالاتها ما معنى موالاتها أي ألا يفصل بين آياتها بفاصل قد يكون هذا الفاصل سكوتا وقد يكون هذا الفاصل ذكرا آخر إذا كان سكوت فالأمر كما أمامك على السبورة إذا كان سكوتا طويلا فإنه يبطل الفاتحة وإذا كان سكوتا قصيرا ننظر إنه القطع بطرت الفاتحة وإن لم ينوي القطع فإن الفاتحة لا تبطل تمام ويجز ويجز إكمالها قال ويجب أيضا موالاتها بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس فإن تخلل الذكر بين موالاتها انتبه فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها المقصود بالذكر هنا الذكر الأجنبي الذي لا يتعلق بمصلحة الصلاة قلت لك مثل أن تقول الحمد لله إذا عطست فهذا يقطع الموالات ويجب عليك إذا قلت الحمد لله أن تعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى قال فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه فإنه لا يقطع الموالات واضح هذا تأمين المأموم ذكرناها وذكرت لك مثالا آخر لو سجد الإمام سجود تلاوة وذكرت لك مثالا ثالث لو قرأ الإمام آية فيها تسبيح أو قرأ الإمام آية فيها سؤال أو قرأ الإمام آية فيها عذاب فتستعيذ أو تسأل أو تسبح ثم تواصل قراءة الفاتحة لو حصل مثلا أنك تقرأ السورة بعد الفاتحة عفوا أنك تقرأ الفاتحة أما الإمام فيقرأ السورة بعد الفاتحة واحتاج الإمام إلى فتح يعني أشكلت عليه الآية يقرأ سورة بعد الفاتحة وأشكلت عليه الآية فيحتاج إلى فتح لمراقعة وأنت تقرأ الفاتحة ففتحت عليه قلت له كذا وكذا هل تستمر في قراءة الفاتحة أو تعيدها مرة أخرى تستمر لماذا تستمر لماذا تستمر ما التعليل لأن هذا الذكر يتعلق آه ممتاز لأن هذا الذكر يتعلق بالصلاة إذن فهمتم إذن هذا هذا ضابط إذا كان الذكر يتعلق بالصلاة فإنه لا يقطع موالاة الفاتحة أما إذا كان الذكر لا يتعلق بالصلاة لا يتعلق بمصلحة الصلاة فإنه يقطع موالاة الفاتحة وإذا كان يقطع موالاة الفاتحة فيجب عليك أن تعيد قراءتها مرة أخرى وإذا لم تعيد قراءتها مرة أخرى فإن الفاتحة تبطل وبطلان الفاتحة يعني بطلان الصلاة قال هنا إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه فإنه لا يقطع الموالاة ومن جهل الفاتحة أو تعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن وقب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة إذا لم يستطع لإنسان قراءة الفاتحة وكان يحفظ آيات أخرى نقول يجب عليك أن تقرأ الآيات الأخرى يجب عليك أن تقرأ سبع آيات لأن الفاتحة سبع آيات سواء كانت الآيات هذه متتابعة أو متفرقة فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها أي لا ينقص عن حروف الفاتحة لماذا لا ينقص عن حروف الفاتحة؟ لأن البدل له حكم المبدل فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرى وقف قدر قراءة الفاتحة تمام؟ قال لكم صاحب الزبط والحمد لا في ركعة من من سبق ببسم والحروف والشد نطق لو أبدل الحرف بحرف أبطل وواجب ترتيبها ثم الولاء وبالسكوت قطعت إن كثر أو قل مع قصد لقطع ما قرأ لا لسكوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلأ ثم من الآيات سبع والولاء أو لا من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بأن تنال كف لركبة إلى آخر ما قال قال رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها قال والخامس الركن الخامس من أركان الصلاة هو الركوع قال وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم قال وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انخناس بقدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعه ما عليهما انتبه الواقب الواقب في الركوع أقل الإنحناء أن ينحني أن ينحني في الركوع بحيث أنه لو أراد أن يمس ركبتيه لا استطاع يعني هذا الواقب لو فعل هكذا فقط هذا الواقب حتى لو لم يضع يديه على ركبتيه لا يجب عليه وضع اليدين على الركبتين الواقب فقط أن يفعل هكذا لو أراد أن يمس ركبتيه بيديه لا استطاع هذا الواقب ما زاد على هذا مستحب وضع اليدين على الركبتين المقافات تسوية الظهر تسوية الرأس هذا مستحب واضح؟ واضح؟ قال لك هنا وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انخناس ما معنى بغير انخناس؟ يعني لو فعل هكذا هذا لا يصح ركوعه لأنه الآن يستطيع أن يمس ركبتيه لكن بغير انحناء هذا لا يسمى انحناء هذا لا يصح ركوعه لابد أن ينحني بحيث لو أراد أن يمس ركبتيه لا استطاع ولذلك قال أن ينحني بغير انخناس تمام؟ قدر بلوغ راحته ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما قال لو أراد إشارة إلى أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين وإنما يستحب قال فإن لم يقدر على هذا الركوع إنحنى مقدورهم إذا لم يستطع أن يركع هذا الركوع الركوع الواقب لم يستطع إنحنى على قدر طاقته حتى لو فعل هكذا ثم يومئ بطرفه قال فإن لم يقدر على هذا الركوع إنحنى مقدوره أو ما بطرفه وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كالصفحة الواحدة صفحة الواحدة هكذا مستوية تمام؟ ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه مع المقافات أي المباعدة فيبعد بطنه عن فخذيه ويبعد يديه عن جنبيه قال والسادس الطمانينة وهي سكون بعد حركة فيه أي في الركوع والمصنف يجعل الطمانينة في الأركان ركنا مستقلا ومشى عليه النووي في التحقيق وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان وهو الذي وهو الذي مشى عليه صاحب الزبت قال والسابع الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام يعني بعد أن يركع يرفع فإذا كان قائما قبل الركوع يعود قائما وإذا كان جالسا يعود جالسا تمام ثم قال والثامن الطمانينة فيه أي في الاعتدال والتاسع السقود مرتين في كل ركعة قال لكم صاحب الزبد والسابع السقود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع تمام قال والتاسع السقود مرتين في كل ركعة وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سقوده من الأرض أو غيرها قال وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي المعتمد في المذهب أنه يجب عليه أن يضع الأعضاء السبعة على الأرض أن يسجد على الأعضاء السبعة ويجب عليه أن يكشف ولو بعض الجبهة حتى تمس الأرض فلو سجد على ثوب متصل بحيث أن الجبهة لا تباشر الأرض فإن سقوده لا يصح وبالتالي صلاته لا تصح الشافعية فرقوا بين أمرين بين ساتر متصل بالأرض فقالوا هذا يصح السقود عليه وبين شيء يتصل بالمصلي فالذي يتصل بالمصلي قالوا إن كان مما يتحرك بحركة المصلين مثل العمامة فلا يصح السقود عليه وإن كان لا يتحرك بحركة المصلين كأن كان طويلا وعمائم العرب قديما كانت طويلة مثلها اليوم عمائم التي يلبسها السودانيون العمامة أربع متر طويلة واضح تجد هكذا يفعل هكذا كثير وتبقى طبعا هكذا مدة من الزمان تمام فإذا كانت العمامة طويلة مثلا لا تتحرك بحركته قالوا يصح السقود عليها أما إذا كانت تتحرك بحركته فلا يصح السقود عليها قال هنا السقود مرتين في كل ركاح وأقله وأقله مباشرة بعض جبهة المصل موضع سقوده من الأرض أو غيرها وأكمله أن يكبر لهويه للسقود بلا رفع يديه أي أن اليدين لا ترفع عند التكبير للسقود لأن اليدان لأن اليدين ترفع في أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام للركعة الثالثة فقال وأكمله أن يكبر لهويه للسقود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه يعني عندما يسجد هكذا بالترتيب أولا ركبتيه ثم يديه لا ينزل هكذا واضح لا ينزل هكذا طبعا هذه مسألة خلافية غالب الفقهاء يقولون ينزل على ركبتيه أولا غالب المحدثين يقولون ينزل على يديه أولا مسألة واسعة واضح غالب الفقهاء يقولون ينزل أولا على ركبتيه غالب المحدثين قالوا ينزل على على يديه مع أن الجميع مجمع أنه يجوز هذا ويجوز هذا يعني لو صليت ونزلت على الركبتين أولا أو صليت ونزلت على اليدين أولا باتفاق الجميع أن الصلاة صحيحة لكن اختلفوا في فهم الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير فبعضهم قال البعير ركبته في يديه وبعضهم قال البعير مثله مثل بقية الحيوانات وحصل خلاف طويل بينهم وبعضهم أتى بقول آخر قال المقصود لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا ينزل بقوة فقال إنما النهي عن النزول بقوة لأن البعير إذا جلس إذا برك فإنه يثير الغبار واضح فقال إنما المقصود أن ينزل برفق فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك كما يبرك البعير ليس المقصود أنه ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين لا إنما المقصود أنه ينزل برفق سواء نزل على الركبتين أو نزل على اليدين ما في مشكلة واضح على كل حال كما قلت لك المسألة خلافية لكن غالب الفقاء يقولون هذا ينزل أولا على الركبتين ثم على اليدين ثم يضع hype والأنف نعم قال والعاشر الطمأنينة فيه أي في السقود بحيث ينال موضع سقوده ثقل رأسه آه انتبه عندما يزقد يضع رأسه بالثقل لا يضع رأسه ملامسة بعضهم عندما يزقد هكذا يزقد فقط لمس ما ينفع هذا واضح يزقد يعني يضع رأسه بثقله هكذا بقوة على الأرض ليس المقصود أنه يتقوى فوق المعتاد وإنما يكون ثقل الرأس في الأرض البعض عندما يزقد على حصى أو يزقد على تراب أو يزقد مثلا في الساحل في البحر يعني على الشاطئ في تراب الشاطئ يزقد هكذا خفيفا فقط يلمس هذا لا يصح سقوده قال الفقهاء كما سيت في كلام الشارح قال لابد أن يزقد ويضع ثقل رأسه على الأرض بحيث لو كان هناك قطن لو كان هناك قطن هكذا مثلا نفترض على سبيل المثال وليكن انظر ماذا قال والعاشر الطمأنينة فيها أي السقود بحيث ينال موضع سقوده ثقل رأسه ولا يكفي إمساس رأسه موضع سقوده بل يتحامل بحيث لو كان تحته قطن مثلا لنكبس ما معنى انكبس انضغط تمام بحيث لو كان تحته قطن مثلا لنكبس وظهر أثره على يد لو فرزت تحته تمام أي أنه يسجد بثقل رأسه لا يضع رأسه فقط مماسة للأرض ثم قال والحادي عشر القلوس بين السجدتين في كل ركعة سواء صلى قائما أو قاعدا وأقله سكون بعد حركة أعضائه وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه ربي اغفل لي ربي اغفل لي أو ربي اغفل لي وارحمني واكبرني واسترني إلى آخر قال فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى القلوس أقرب لم يصح يعني مثلا كان ساقدا على سبيل المثال كان ساقدا ثم رفع هكذا وعاد مرة أخرى هذا لا ينفع لا بد أن بعد أن يسجد يجلس ثم يعود أما كان ساقدا ما ينفع واضح ولذلك قال هنا فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى القلوس أقرب لم يصح والثاني عشر الطمانينة فيه أي القلوس بين السجدتين والثالث عشر القلوس الأخير أي الذي يعقبه السلام والرابع عشر التشاهد فيه أي التشاهد في القلوس الأخير وأقل التشاهد هذا طبعا واضح لا يحتاج إلى كثير تعليق سنقرأ قال وأقل التشاهد التحيات لله طبعا هذا القدر المجزئ القدر الواقب الأفضل في التشاهد أن يأتي بما جاء في حديث ابن عباس أو بما جاء في حديث ابن مسعود فقال وأقل التشاهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال وأكمل التشاهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هذا حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم واختاره الشافعي لأن فيه ذكر المباركات وهو يقارب أو يشبه قول الله عز وجل تحية من عند الله مباركة طيبة قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال والخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهين أي في التشاهد الأخير أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول فإنها سنة مؤكدة تمام قال أي في القلوس الأخير بعد الفراغ من التشاهد وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تقب وهو كذلك بل هي سنة واضح؟ إذن يمكن أن نعمل تقسيما سريعا على السبورة حتى نضبط المسألة نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الآل طبعا الصلاة على النبي رقم بمعنى في التشاهد الأخير لا تصح الصلاة إلا بصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا مذهب الشافعين ومذهب أحمد أما مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليس تركن واضح؟ حتى بعضهم قال إن هذه يعني سمها بدعة شافعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير قال لم يكن معروفا قبل الشافعي أنها من الأركان حتى قاء الشافعي فقعد لها واستدل لها فكان تركنا في الصلاة بعضهم يقولوا هذا واضح؟ على كل حال هذا ليس محل بحثنا الآن هنا عندنا التشاهد الأول هنا عندنا التشاهد الثاني ما حكم الصلاة على النبي في التشاهد الأول؟ نقول الصلاة على النبي في التشاهد الأول سنة ليس مستحب سنة مؤكدة أي أبعاظ الصلاة بمعنى أنه لو ترك ذلك سقد لسه تمام؟ في التشاهد الثاني ركم ما حكم الصلاة على الآل في التشاهد الأول؟ لا تشرع تمام؟ في التشاهد الثاني سنة مؤكدة واضح؟ واضح الفرق؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول سنة مؤكدة في الأخير ركم الصلاة على الآل في التشاهد الأول غير مشروعة في التشاهد الأخير ركم من الأبعاث نعم سنة مؤكدة قال والسادس عشر التسريمة الأولى ويجب إيقاع السلام حال القعود كما قلت لكم في الفاتحة يجب أن تقع الفاتحة في حال القيام كذلك السلام يجب إيقاعه في حال القعود وأقله السلام عليكم مرة واحدة وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا ويسارا بمعنى أنا أقرأ التشاهد تمام؟ أكملت قراءة التشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت السلام عليكم انتهت الصلاة حتى لو لم ألتفت يمينا ولا يسارا فقد قلت السلام عليكم حتى لو لم أقول ورحمة الله هذا الواقب المستحب أن تقولها مرتين وأن تلتفت يمينا ويسارا تمام؟ قال هنا والسابع عشر نية الخروج من الصلاة وقد تقدم أن هذا ليس على المعتمد وأن المعتمد أن نية الخروج من الصلاة مستحبة وليست ركنا قال والسابع عشر نية الخروج من الصلاة وهذا وجه مرجوح وقيل لا يجب ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه والأصح قال والثامن عشر ترتيب الأركان أي حتى بين التشاهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلابد أولا يقرأ التشاهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام فالنية تكون مقاينة لتكبيرة الإحرام ومقارنة القلوس الأخير للتشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ كذلك مقارنة الفاتحة للقيام لا يوجد ترتيب تمام؟ على كل حال هذا ما يتعلق بأركان الصلاة إذا كان عندكم سؤال يتعلق بهذا تفضلوا لأن المبحث الذي بعده مبحث السنن طويل لا يمكن يكماله في هذا الوقت عندكم سؤال يتعلق بهذا؟ لا يوجد؟ عند درس واضح تفضل؟ نعم نعم حصل خلاف بين العلماء في الفاتحة هل بسم الله الرحمن الرحيم آية منها أم لا؟ لم يحصل خلاف فقط في هذا حصل خلاف أولا هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ليست بآية وهل هي آية من كل سورة أم ليست بآية من كل سورة واضح وهل يجب قراءته في الصلاة أو لا يجب قراءته في الصلاة وهل يستحب القهر بها أو لا يستحب القهر بها هذا كل خلاف الاتفاق تقريبا في مسألتين الاتفاق على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة النمل أو جزء آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا محل اتفاق الاتفاق الآخر أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة التوبة من سورة براءة هذا محل اتفاق أما المسائل الأخرى كلها محل خلاف هل البسمة لآية من الفاتحة أم لا هذا خلاف هل البسملة آية من كل سورة أم لا هذا محل خلاف هل يجب قراءة البسملة في الصلاة أو لا يجب قراءتها هذا خلاف هل يسن القهر بها أو لا يسن القهر بها أيضا هذا خلاف خلاف طويل لا أستطيع أن أذكره كله الآن صعب جدا لكن هذا خلاف لن ينتهي موجود في الكتب من قديم الزمان ليس من الآن نعم على كل حال مذاب الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة وأنه يجب قراءتها في الصلاة أما كونها آية من الفاتحة هذا عليه كثير من العلماء والمصاحف طبعت على هذا ولديك ستجد في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد هذا تقريبا في كل المصاحف الآن أنهم يقعلون البسملة آية من الفاتحة تمام ولا يقعلون البسملة آية من كل السور مثلا بسورة الفاتحة أول آية ألف لا مين لا يقعلون البسملة آية منها وهذا تقريبا موجود في جميع المصاحف الآن تقريبا في جميع المصاحف نعم تفضل ماذا أقل آية عفوا لم أفهم كيف ها ليس هناك مقدار محدد يعني كم يقرأ يقرأ الأفضل أنه يقرأ سورة أو يقرأ ثلاث آيات لأن أقل أقصر سورة ثلاث آيات نعم لكن هناك عفوا بالنسبة للسؤال السابق هناك مسألة أخرى محل إجماع وهي أن الفاتحة سبع آيات هذا محل إجماع لا خلافة بين العلماء أن الفاتحة سبع آيات حتى الذي قال إن البسملة ليست آية يقول إن الفاتحة سبع آيات فيجعل سراطا سراطا الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم آية ثانية واضح الآية الأخيرة يقسمها آيتين لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا أي الفاتحة هذا بإجماع المفسرين والقرآن العظيم سبعا من المثاني أي الفاتحة نعم نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته